السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي متابعي صفحة أفتا وأسبرجر وعدناكم سابقا أنه نكمل مقياس باينلند مقياس باينلند لقياس الإدراك والذكاء لأطفال التوحد والأطفال المصابين باضطرابات النماء العصبي بصورة عامة عدنا متسع تقريبا نصف ساعة نحاول أن نتمم بقية المحكات أو بقية المجالات اللي ذكرناها سابقا نعتقد خمس مجالات وإحنا قلنا أنه هناك تقريبا 11 مجال لازم نقيمه في طفلنا حتى نعرف إدراكه بصورة عامة وحتى نعرف ذكاءه وحتى نقيم نقصه ونكمل اندربه في النقاط اللي يكون فيها ضعيف مقياس فينلند هو مقياس مهم يعطيك صورة عامة عن قدرات الطفل بأن يعيش بصورة طبيعية بالنسبة لأقرانه المفروض اللي يسويه هو خصائي سايكولوجي أو بصورة دقيقة نيورو سايكولوجي عند تصورات عن العمر المتوقع لكل طفل ويقارن الطفل اللي عنده توحد مع هذا الطفل ويعرف مستوى النقص بصورة عامة إحنا كانت رغبتنا أن نعلمكم أساسيات مقياس فينلند لأنه مهم جدا حتى تنتبهون على نقوصات أطفالكم واتدربوهم في المناطق اللي فيها نقص حتى تصعدون من مستوى ذكاؤهم وإدراكهم إلى أقرب ما يكون بالنسبة للأطفال العاديين أعتقد أن تكلمنا سابقا على خمسة مجالات سنكمل نذكر في البداية يقول أنه مقياس فينلند يقيس مستوى الذكاء والإدراك في أربعة محاور كل محور ممكن أن يتقسم إلى ثلاثة أو بعضهم أربعة أو اتنين وجموعهم يطلع أحد عشر محور طبعا النقوصات ممكن يصير أول محور هو محور التواصل محور التواصل بتقريبا ثلاثة سابدومين يسموها أو محاور صغيرة لغة استقبالية يقيسها ولغة تعبيرية ويقيس أيضا القابلية على الكتابة إذن هذه الثلاثة هي تعتبر ثلاثة محاور من مقياس التواصل طبعا ممكن بعدين نعرج على كل واحد منهم احنا سابقا نتكلم نعتقد على الاستقبالية والتعبير يوم نتكلم على الكتابة والمجال الآخر هو المهارات اليومية المهارات اليومية هي اللي يسموها daily living skills المهارات اليومية تقسم إلى تقريبا ثلاثة فروع الفرع الأول هي المهارات اللي يفعلها الطفل في المنزل أكل شروب واستخدامها للملعقة ينزع حذاء يلبس يبدل هاي الأمور يحتمي من الأشياء والأشياء اللي يفعلها الثاني في المجتمع كيف يستطيع أن يتعامل من يذهب إلى بيت ثاني كيف يأخذ منهم مثلا حلوة كيف يتشكر من شخص أيضا في المجتمع والأخرى هو قدراته الشخصية يعني الاعتناء بذاته بالنظافة فإذا المهارات اليومية احنا تقريبا ممكن لشي حافظيها بس ممكن بعدين نقرأها عليكم قراءة هكذا إذن المهارات اليومية هي ثلاثة منزلية يعني التعامل للإنسان بالمنزل ومجتمعية عندما يخرج المنزل واهتماماته الشخصية هذا أني كلهن تعتبر من المهارات اليومية المجال الثالث هو المهارات الاجتماعية المهارات الاجتماعية تقسم إلى ثلاثة مجالات المجال التكيف يعني كيف تتكيف مع المحيط مالتك والثاني الرغبة بالمتعة واللعب مع الأقران والآخر هو العلاقات الشخصية مع الآخرين هذا أني كلهن مهارات اجتماعية ثلاثة تكيف الشخص مع محيطة والثانية رغبته ومتعته في اللعب وحجم هذا التفاعل الموجود يقيسه أيضا من خلال أسئلة والعلاقات اللي ممكن أن يحدثها هذا الطفل مع الأقران مع الأطفال الآخرين ومع الأشخاص الآخرين إذن صارت عندنا أول شيء تكلمنا عن التواصل وبعدين تكلمنا عن المهارات اليومية وفروحها وبعدين تكلمنا عن المهارات الاجتماعية وفروحها ورح يجي الرابع هو المهارات الحركية وقسمناها إلى نوعين المهارات النعمة أو الدقيقة والمهارات الخشنة أو الكبيرة إذن مقياس بنلند في أربعة محاول رئيسية نعيدها التواصل وفي ثلاث فروع تواصل يعني معناها لغوي غير لغوي استقبالي وتعبيري وكتابه وبعدين يجي المهارات اليومية يعني شون يعيش الطفل في يومه هل يستطيع أن يدير نفسه فرح تكون قسم منها شخصية يقدر يدير نفسه يأكل يشرب ينظف نفسه يغسي ليده يفرج أسنانه وبعدين منزلية يعني في محيطة يقدر يعني يختم الآخرين الموجودين أو يتعامل مع المحيط مالته في المنزل ومجتمعية يعني من يطلع بره شون يصرف هذا أني كلها مهارات يومية ممكن يواجهها الطفل فسلوك العام في هذه المهارات وبعدين نيجي على الثالثة هي المهارات الاجتماعية وقسمناها إلى قدراته في التكيف مع المحيط ورغبته في اللعب ومتعتفي وأيضا علاقاته مع الآخرين وبعدين يجي إلى المحور الرابع وهو الحركات وهي القدرة على التناسق الحركي اللي هو بجزئين يكون حركي نعم اللي هي حركات الإصابع والعين وأيضا الجروس اللي هي حركات التقفيز والمرور مثلا داخل دوائر والأرجحة والمشي على الأشياء إذن هذا أن يقولهن يقيسهن فينلاند ويعطيك بعد ما يعرف عمر الطفل يقولك هذا الطفل مثلا عند سكور مثلا عموما هو أقل بهالقد بحجم معين ربع أو نصف أو ثلث بالنسبة لأقرانه ويقولك وين مكانات النقص فإحنا من هذا الباب نحاول أن نفهم الموجودين على أساس أنه يطورون أطفالهم في هذه الأربعة محاور اللي كل محور فيه اثنين أو ثلاثة فرح يصيرا 11 محور تقريبا فرعي إذن أربعة محاور رئيسية بها 11 محور فرعي لازم إحنا نتابعه نتكلمنا سابقا نعتقد عن أربعة أو خمسة يمكن هنا رح نتكلم عن ما يسمى بالدايلي ليفينج سكيلز اللي هي شخصية بس نذكركم فيها الشخصية تكلمناها أو لا ما أذكر والله بس هنا نذكرها هي مقسميها إلى تقريبا ABCDEF فأول وحدة هي الطعام والشراب من الأسئلة على الطعام والشراب يفتح فمه عند تقديم الطعام لا يعني يفهم ده يأكل وهذه أساسية وبسيطة يشرب من قنينة ماء أو كوب يمص أو يعلك أو يمضغ أطعمة تشبه الأصابع هذه طبعا مهارة تصير عادة عند الأطفال يوجد بعض الأطفال حتى هاي تتأخر عندهم ما يعرفون يأكلون إلا شي سائل ما يعرفون يمضغون أربعة يأكل الأطعمة الصلبة إذا ما يستطيع أن يأكل الأطعمة الصلبة طبعا ما يأخذ سكور هاي كل وحدة يطوها أما 2 أو 1 أو 0 تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع ثانيا هذه أول شيء طعام والشراب البي هي ارتداء وخلع الثياب مثلا يساعد هل يساعد في خلق في خلق وارتداء الملابس هذه البي الأولى هل يخلع حذاءه وجواربه منذكر هاي الشغلات يعني نقول لكم دربوهم عليها علموه هو يخلع حذاءه وجواربه بي هل يخلع الملابس التي تفتح من الأمام يعني لديها أزرار من الأمام بي هل يرفع الملابس إذا الكمر أو الخسر مطاطي يعني يستطيع يرفع البنطرون ماله وأيضا هل يخلع ثوبا أو رداء طويل يعني يقدر يذبه كله شو ده يطور هو معاك يرتدي حذاءه وقد يكون في القدم بالخطأ مو مشكلة يعني إذا لبسيه منه بمكان يسرى بس المهم يرتدي حذاءه يرتدي ملابس تنفتح من الأمام يعني يستطيع يلبس قميص أيضا يرتدي رداء أو ثوب طبيب طويل يلبس دجداشة طويلة مثلا إذن هاي كلها تخص الملابس هنا أنا أيضا يتطور يقول يضع الملابس على الجانب الصحيح يعني يمن يسرى والأمام والخلف وهنا يربط طباقات في الملابس يعني يطبقها بعد مواصل الأزرار يزر زر كبيرا في الثقب المناسب يعني يدقهم الدقم بيغلق السحاب يصعد سحابه بيضع الحذاء في القدم الصحيح ويربطه خيطا هاي وصل تطور فدم الرقام يعني يغلق الحذاء مالا ويسوي عنده عقدة وهذه ليس سهلة الحقيقة لأنه تحتاج كثير من الحركات الدقيقة يزر الأزرار الصغيرة في الفتحة المناسبة حتى صواها أنه إذا كانت أزرار صغيرة يمكن أن يحلها يختار الملابس التي تلائم الجو يعني يصور يطور أنا مارد هذا صيفي وهذا شتوي وهذا سميك وهذا خفيف يتأكد من حالة الطقس قبل الخروج يعني ينظر اليوم مطار طيني القمصلة المطارية هذا تطور كلش وعي الثانية هي ارتداء وخلء الثياب هذه طبعا بيه تكلمناها سي استخدام الحمام مثل يش الأسئلة يخبر أحدهم عندما يحتاج إلى تغيير ملابسه أو حفاظه يحتاج يعني ملابسه يحتاج ينوه أو يخبر سي يتغوط في الحمام يعني يتعلم الحمام هنا سي يتدرب على الحمام أثناء النهار إذن تطوره في استخدام الحمام يتابع هنا للطفل متدرب على استخدام الحمام حتى بالليل يعني يروح للحمام حتى ليلا بق سي يستخدم الحمام عند الحاجة بدون مساعدة أحد يروح للحمام ويغسل حوضه ويغسل ملابس ويغسل إيده وما حد يحتاج يتطور متطور جدا بالحمام يستخدم دورة المياه عندما يكون خارج المنزل يعني الديدال يطلع حتى من يمشوا يأهله يوقفوا بمحطة مع القطار أو بالشارع ويدخل بحمام ومؤمن ويغسل طبيعي سي يستخدم التوالية قبل الخروج من النزل عند الحاجة يقول لهم يذكرهم لازم أروح للحمام أقف نحصر بالطريق إذن الأخرى الاختسال والاستحمام كل هذه نسميها المجال الشخصي من المهارات اليومية المجال الشخصي من المهارات اليومية دي يساعد عند غسل يديه يعني بعدها مو هو هو وأم يغسلون إيديه دي يغسل ويجفف يداه يغسل إيده ويجففها يعني أحسن من بس يغسل دي يغسل ويجفف وجهه مو بس إيده وجههم تبع حركات الإيد أكثرهم حركاتهم غير تامة يغسل ويجفف وجهه عند الحاجة لتناول الطعام يعني قبل يروح للطعام يغسل إيده يحمم ويجفف نفسه بنفسه يعني يروح للحمام ويغسل ويجفف نفسه يدير الصنبورة ويعدل درجة الحرار المياه يعني تقدر تأمن عليها الدخلة للحمام بحيث إذا عندك سخان لا تخاف يحرق نفسه أنه يقدر يحصل على المياه اللي هو يعني يعني يعدل هذه مرحلة متقدمة من الإدراك يغسل ويشطف شعره يعني بوحده يغسل شعره إذن هذه الأشياء اللي تخص الاستحمام والغسل النظافة الشخصية مثلا بالنظافة الشخصية حاط لك السؤال يمسح وأنفه بواسطة الكلينيكس من شاف خر خر هو سحب كلينيس ومسحها هذه أساسية يغطي فمه وأنفه عندما يكحه أو يعطس هذا انتباه على المحيط يفرش أسنانه يغير الملابس المتسخة المبللة أو التي رائحتها كريهة هو يقول ملابسي وصغر تبدلها أو تبللت أو ريحتها مطيبة زيان هذا خصا النظافة الشخصية الصحة العامة من أسئلة الصحة العامة طبعا تدلل على الإدراك العالي لأسئلة الصحة العامة يميز بين الطعام الصحي والغير صحي يقول ما أشرب مثلا هذا البيبسي لأنه مظهر للصحة ما أكل هاي لأن بها حلاة يختار بأن يتمرن لأجل الصحة لازم أتحرك لازم أمشي أردح حسن جسمي كل انتباه يختار أطعمة صحية ما أريد أطعمة بها دهون أطعمة بها سكر عالي يعني عند انتقائية إلى علاقة بالصحة العامة والوعي بالصحة العامة هذا اللي قلنا دايلي ليفينغ سكيلز المهارات الشخصية اللي إلها علاقة بالجسمة المحتوى الشخصي وراها نحتي على المحتوى المجتمعي المنزلي تكلمنا علي المنزلي سابقا تكلمنا على الحذار وحول الأمور الساخنة في المهارات اللي تخص التواصل أعتقد تكلمنا عن مهارة اللغة الاستقبالية لكن ما تكلمنا عن اللغة التعبيرية في اللغة التعبيرية الأسئلة المطروحة هي أولا طبعا نقسميها إلى IBCDE الأي هي ما قبل اللغة من الأسئلة التي تسأل يصدر أصوات البهجة يعني يقول هي من يفرح يبكي عند الانزعاج يقدر يعبر بالبكاء يقوم بإصدار ثلاث أحرف صوتية على الأقل M E A يناغي الأصوات كالموسيقية يطلع أصوات موسيقية هذا نحك عن الكلام الآن اللغة التعبيرية أو النجال التعبيري مهما كان رمزي أو نطقي كلامي واضح وأيضا حتى في الإشارات المفروض ينطق أو يؤشر نشاط ما يعني يريد شيخ تاره فينطق أليه أو يؤشر عليه بالنسبة للنقطة هاي ما قبل اللغة بعدين نجي على اللغة بداية النطق B يقول ماما أو دادا أو أي اسم أحد في العائلة B يكرر أو يحاول تكرار الكلمة الشائعة سمع كلمة وظل عيدها يقول كلا يعني لا ما أريد هذا تريد هذا يقول لا يعني يسمي ثلاث حاجات على الأقل تفاح مي سيارة أي شيء ثلاث كلمات يطور يقول كلمة واحدة للطلب يعني أريد مي يقول كلمة واحدة أو مي يقول مي مي بس مي أو سيارة يعني يطلع يسمي على الأقل عشر حاجات هنا تطور بدا يسمي عشر حاجات يقول نعم يعني تطلع برة يقول نعم أجيب لك مي يقول يسمي يسمي ثلاث أفعال على الأقل أفعال يعني نروح نجي ناكل نشرب فعل هنا مؤسم بي يقول خمسين كلمة على الأقل بعد يطور في بداية النطق ووصل إلى مرحلة الخمسين كلمة الآن يسأل بعد ذلك نطور بالكلام يسأل لمن ما لمن هاي الحاجة هذا تطور كبير في اللغة ما لمن يعني رح يشرك الآخرين اللي بي يسأل استخدام كلمة لماذا يعني مثلا نقول لمن يطلع يقول لي يعني يستفسر لماذا بموضوع بكلمة لماذا فأي إجابة هذا تطور الآن باللغة فإحنا نقدر نقيم نشوف بأي مرحلة وصل ونعرف إنه من نجي نقارن إنه بالنسبة لعمرة إجقد فرق وبالتالي نعطي سكور طيب يعني كل مرحلة عمرية فيها سكور نجي على سي بالقواعد يعني التعبير القواعدي خلي نقول سي الأسئلة اللي حاطيها هنا أول سؤال يستخدم عبارات بإسم وفعل يعني مو بس إسم يعني مو بس يقول أسم وإنما فعله إسم يعني يقول إسم أريد أطلع هذا يعني ماما أريد أطلع يعني المهم يستطيع أن يستخدم إسم وفعل سي يستخدم صفات بسيطة لوصف ناس هذا حلو هذا جميل هذا أسمر ما حلو يصف يصف يستخدم النفي في الجمل يعني يقول لا أريد أن أطلع ما أريد يعني ينفي ينفي سي يستخدم صيغة المثبت في جملة هاي أنا ما أعرف المثبت يعني يثبت فكرته ربما يستخدم كلمة و يعني هنا عنده يسمون هاي العاطفية أو يعني قطعتين أحمد ومحمد جوي أريد حاجتين و الجمعية هاي يستخدم صيغة الجمع يعني مو بس يقول يقول مثلا جهال كلهم الأطفال يقول أهلي كلهم يعني يجمع مو بس يقول أسماء يجمعهم هاي كلها تطور في اللغة يستخدم ضمير هو وهم وهما يعني يعرف يميز بين هو مثلا محمد هو يبدل الاسم بضميره وهم البنات وهم الأهل يستخدم الكلمات في وعلى وتحت حتى من تسأله تقول خليليه هذا على الطاولة خليليه جو الطاولة تحت الطاولة وخليليه هذا في المجار كنت يفهم هنا ذني الثلاثة دي يطور وياك معناها إذن تقريبا هذه اللي تخص قواعد اللغة وليس فقط يعني الأسماء وإنما دي يستخدم معنا في قواعد اللغة دي يميز ويعرف نفسه هذه في التعبير يجب أن يميز أو يعرف نفسه يقول اسمه الأول أو الاسم واللقب هذا دي طبعا أول شي البدايات يقول كم عمره عندما يسألونه هاي لازم يتعلمها الطفل شوف هاي كل الكرة لازم بعدين إن شاء الله نزلكم يا احنا هذا كلكم مو بس تجاوبون عليها وإنما تعتبروا منهج للتدريب دي يقول كلا من تاريخ ميلاد شيء من تاريخ ميلاد يعني أنا مولود بمتى يقول عنوان منزلة بصورة صحيحة بالكامل يعني معلومات الشخصية يستطيع أن يحفظها وأن يجيب عنها اسم واسم أبو وبيتهم وين وعمر راجقات طيب وعدك إخوة واخوات كل معلومات شخصية الأخيرة يعبر عن نفسه اللي هي يعبر عن نفسه مثلا التعبير يستخدم على الأقل ثلاث إيماءات أساسية يعني هزراسة يقول لا أو يقول باي باي كل من التعبير يقول ماذا يفعل بجمل بسيطة يعني يصف نفسه وماذا يفعل أنا أروح أقرأ أروح أسبح أروح أكل هذا يصف نفسه يستخدم ثلاث إيماءات متقدمة على الأقل إيماءات متقدمة أنا معرفها بس ربما يعني هي حركات الجسد يعني المقصودة الإيماءية طبعا نحن نعرف البي باي اللاء بالرأس من الإيماءات الحركات الجسد اللي هي بها نوع من الاعتراض يستخدم معلومات ومعرفته خاصة للتعليق يعلق على الأشياء اللي تحصل أمامه يتكلم عن تجاربة اليومية بالتفصيل هنا وصل كلام قوي بدأ يصف عن ماذا حصل البارحة ومرحنا البارحة وأمي جابت وبابا جاء يتكلم عن تجربة حدثت لمرة واحدة في التفصيل هذا أيضا من ضمن التعبير عن ما يسمى عن نفسه يعني حصلت مع تجربة رحنا ببيت خالي جابوا لنا شاي خالي ما موجود هذا كلام عن التعبير عن نفسه يعترف بأنه يغير متريات الأحداث عند الحاجة أو يشهد بصورة تختلف هنا نصار دبلوماسي بالمرحلة المتقدمة من أبو يقول منو هاي سوها الحركة يضطر أن يكذب حتى يتحاشى أو يغير معلومة حتى يتحاشى أن ينضرب مثلا أو مثلا أخته يعني يذبب راسها مشكلة هذا نوع من تغيير بدأ يصير دبلوماسي يعني اتجاهات معقدة لثلاث خطوات أو أكثر يعني يعطيك تصور عن ماذا يجب أن يفعل بثلاث خطوات متقدمة يعني يصف لك فهذا هو التطور اللغوي في اللغة التعبيرية أنا أتمنى أكون أنه وطيتكم بعض الأشياء وأنا والله عندي موعد ما أستطيع أن أكمل إن شاء الله نكمل مرة أخرى في أمان الله